إلى آخر تطورات فيروس كورونا إذ تواصل أرقام إصابات الفيروس في لبنان ارتفاعها بعد أربعة أيام من بدء مرحلة الفتح التدريجي للبلاد وفي إطار مواجهة هذا الوباء يتوقع أن تصل الدفعة الأولى من لقاح فيزر يوم غدنا السبت فيما ستبدأ عملية التلقيح يوم الاثنين المقبل وسيحصل لبنان على خمسة وعشرين ألف جرعة من لقاح فيزر في الدفعة الأولى شكرا